أهلاً من برج السرطان القرى أعملتني دائماً رح تكون البرج الشاسي والقمري والطالع وأيضاً تقوى للعكس يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف أن بعض الأشياء اللي يحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً خذ من الفيديو دائماً الأشياء اللي ممكن تستفيد إمتى منها وترك الباقي ممكن يكون في الفيديو رسالة أو إشي معين ممكن إمتى تستفيد منه فاخذ هاد وترك الأشياء الأخرى رح نبلش بطاقتك أول هذا رح نشوف طاقت الشريك خطواتكم في المستقبل تكون صبور أكتر مع الموقف أو بدك تكون صبور أكتر مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أيضاً برج السرطان أنت بتخبي مشاعرك اللي بتحسه كتير كان ذكرت النسيحة بتحكي لك أنه خليك أوثنتيك خليك مثل ما أنت حاول أنه تظهر مشاعرك الحقيقية لها الشخص لأنه ممكن الشخص اللي عن تتعامل ما هو يكون مش سريع لنقطة الإشارات منك أو لفهم التميحات اللي بتعطيله في عندك بدك تحاول تكون منصف أكتر مع الوضع لأنه في عندك six of abandon six of emotion رقم ستة عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت فبالنسبة لك كنت نصيحة بتحكي لك أنه الأفضل أنه تخلي الوضع في شوي توازن يعني حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة وفكرة الشخص الآخر للعلاقة ومش كتير بس تركز على أنت شو بتحس ومشاعرك أنت ومشو أنت إن جرحت بدون ما يكون في عندك مفهوم إلى نظرة الشخص الآخر يعني حاول تحط حالك في مطرح الشخص الآخر طيب هنشوفك أيداً رافض فكرة الحب حالياً أو مش عم تسمح لشخص في عنده ورود حب أو بده يقدم لك ورود حب مش عم تسمح لهالشخص بالاقتراب والسبب أنه أنت عم تبحث على إشي جدي ما عم شوفك عم تبحث على إشي عابر لأنه أنت بتطمح إلى إلى رابطة تكون قوية نشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي أنت فيه لأنه فوق قبس تحكي عن ريجكشن أو رفض لإشي معين فممكن تحس أنه أنت مرفوض من الناحية العاطفية أو تحس الطرف اللي أنت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماماً من الناحية العاطفية ممكن قد تكون عم تتعامل مع برج هوائي، برج ماي، أو برج الميزان، برج الجوزاء أيضاً عندك غير هيك، ممكن يكون أي برج تعمل، لكن الطاقة، طاقة الحبيب أو طاقة الشيك شوية متهورة، الشخص اللي أنت عم تتعامل معه شخص متسرع، شخص أيضاً إذا كان برج هوائي، شخص اللي أنت عم تتعامل معه، يشوفه متسرع كتير بالحكي، ما بيفكر قبل ما بيحكي، وإذا كان عم تتعامل مع برج هوائي، الشخص غير قادر أيضاً على أنه يحقق التوازن، بغض تنظر عم الفكرة اللي بيأطيها لإلك، أو أنت كيف تشوف هالشخص من برع، ولأنه شخص أنت بتحس إن مش متقلب المزاج، ولكن مختلف الآراء، يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هيك، وهم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص لا، ممكن يكون هو عم يحاول أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن، ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس أنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تغطي أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل، أم شوفك أن تحاول، في عندك كتير ستات، وفي عندك درست سكاو، تلاويز، في عندك كتير كروت بترمز إلى أنه أنت عم تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محدود بمطرح إن في عندك لازم تختار بين الشيئين ونشوف أنت وطاقتكم اللي يشترك حالياً الأمور بينكم متوقفة أو ما في حكي، ما في حركة بالعلاقة، ما في إنرجي أو طاقة عم تتحرك إنت خطوتك في المستقبل، عم شوفك بدك بداية جديدة، ممكن تكون مع هالشخص، ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر، أو حتى سنل، أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إلا أنت عم تبحث عن التنفرنس، عم تبحث عن الشفاء، عم تبحث أنك تباوي حالك وتشافي حالك، من الموقف اللي أنت فيه أن تبحث أيضاً على علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء، ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة، عن طاقتك الحالية، حالياً إنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفياً، ولكن في المستقبل في عندك أو عندك اتفاعل أكتر، أو نظرتك تكون إيجابية أكتر، حتى ممكن تنير بمرحلة مثل التنوير في حياتك، وبالفترة القادمة راح تنير بمرحلة من التنوير أنا شوفك أيضاً أن تحاول تأخذ الأمور ببساطة بالمستقبل، راح تحاول تكون دبلوماسي أكتر، أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر، أنا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل، حبيبك في عنده شوغل كثير، أو شخص اللي عنده تتعامله، في عنده شوغل كثير أو شوغل روحاني على حاله، لأنه الشخص متناقض جداً بنفسه، بنجوع، متناقض عم يمر بكونفلكت، أو عم يمر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة، بتصرفاتها لأنه هو عم يحاول يجنع أكبر قدر من المعلومات، اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حالياً، هو يعني مش مش ليته إنه يكون متقلب المزاج، ولكن هو من جوه بيحتاج إلى شوغل بيحتاج إلى جلسة مغذات، ممكن من نحكي، حتى يفهم هو وضع شوه، هو شو بيريد ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشيء على العلاقة ولكن عم شوفكم إنتوا بالمستقبل يعني عم شوف إنت الشخص اللي مشارك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بوجوه هوائي لأنه أو شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية، ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكثر مما برج السرطان بيحب ممكن أنت بدك مما رد تفعل من الناحية العاطفية عم شوف أغلب كنتك عاطفية وأغلب كنته منتل أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك أنت، أنت قراراتك اللي بتأخدها وبتكون ابنية على العواطف على أنت شو بتحس من جوا ممكن يكون الوضع بالنسبة لك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بيها الطريقة نشوف أيضاً طاقتكم المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حاكي كتير فيه الطاقة بينكم مستانونت ولكن نشوف أنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف نعلومات عنك أكتر منك إذا نشوفك أنت مركز على على روحانياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على أنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك بما نسحب الكروت التوضيحية نشوف هالشخص شو هو الإش اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصان وممكن يكون علاقتك إنت معه وطبيعة شغله أو إش مثل هيك بس بدنا نوضح شو هو الشي اللي هو من جوة داخلهم عم يمر بصراع من أجنو طيب فهالشخص حاليا بفترة أود ويدخل بفترة هدنة أو عم يبحث على نوع من الخلق أو العزل حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص هيدا متناقض بجوة حاليا أو الشي اللي هو يعني مندائقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي من المشاعر اللي هو بيحس فيها فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعاهل معه برج هوائي لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هي تنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها إنه ليش أنا عم يحس هيك ليش عم يحس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سورميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر منه هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالزات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش إكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوه مشاعره فياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل من بين الوضع والغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مشة حالات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل طبعنا نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم إنتوا لكم بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة بالاستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة نشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد زمين الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمين والأمور بالعلاقة وعم شوف فيه مجهود رح ينحط كتير عالي برغم إنه هالكارت بيرمز أحينا عن مجهود بنحط ولكن ما بيقود بالنتيجة اللي انت بتذكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني الوضع هو اللي يستقبل بيحكي إنه بيتطلب منكم صبر كتير عالي إذا إنتوا الاثنين أن تطنحوا إلى تحقيق أسع أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستدلين إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن أمشوف إنه بالمستقبل إن ندرى بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل فيه شغل كتير بينكم لازم يصير ومشوف إنه فيه مجهود عالي بده يصير من الطرفين وإنه هالطاقة طاقة مش تركة بينكم من الطرفين فيه مجهود عالي لازم يصير ولكن مثل أي علاقة يعني إنك تبدأ علاقة شيء إنك تخلي العلاقة دون شيء آخر فأي علاقة أنت بتتمح إلى أن تخليها إلى المدى الوغيد أو إنك تكون مستقبل مع الشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود أو الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كما الطرفين هون مستعد لإنه يحط مجهود في العلاقة طيب بتوقع هذا كل شيء نقشنا ما فيه أي شيء مش واضح إنه لأنه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وبين هالشخص مش واضحون إنه فيه كومينيكيشن أو تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض نشوف إنه أنت عم تشتغل على حالك وهو أيضاً عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني إشيا وهو عم يحاول يصلح من حاله إشيا أنت عم تحاول تتشافه وتطور حالك وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكتر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره إنه شخص كتوم جداً الشخص اللي هم تتعامل معه فهنا نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض إنه جهود موجودهم وإنه في عندكم مفهول للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض بس هو حتى إذا ما صار في تواصل في عندكم إيتف وانزال كاتب يحكي على تواصل سريع فهالشخص ممكن الشيء اللي متناقض بأمه أيضاً هو إنه بده يحكي معك ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه يحكي معك وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بإنه يحبك أو في مشاعر اتجاهك ولكن صعب عليه إنه يعبر فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جواته واللي هي نبين إنه رح توجد لإنه طاقة كتير دامناً طاقة كتير مهمة فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح يأخذ مني الوضع لإنه هو اللي يتقدم ويحكي معك بالذات لو لو أنت إماءات برج السريطان وهو رجل يعني أوكي حباي برج السريطان أنا بتماني القراءتكم فعليتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكوب وإنشان أرحشتكم